السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج على الأول مرة ما ينساش اللايك واشترك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقناوات المعقلة له بإذن الله يتبعني يستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها تردد جديد وحاصر ظهر على النايل سات لقناة الهقارة الجزائرية واحدة من أجمل وأربع القناوات الجزائرية في عرض الفن والدرامعة والبرامج المتنوع وقناة روعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناوات النايل سات لو القائمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتكلم اضافة القناوات الليожал؛ او الترددات على جميع أجهزة وجميع الرسيفرات وجمايع شاشات العرض اللي بتحتاجه اللي أما بالنسبة لأكتر من صين في المئة من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرمط على الزرار المينيو نقف على قيمة وفقها كلمة التركيب بتقف على قيمة التركيب ودغط عليها بزرار الـ OK هцийحر لقيمة تاني وفق قيمة الترددات بنزل عليها ودغتكل كامل сюжر وبالنسبه للقائمة الإنجلي ск원ission من الرموت على زرار الميني ووقف على كلمة واضغط او كي. هيزهر معي قيمة الترددات اللي قدام حضرتكو. كل اللي هعملو هاضغت من الرموت على زرار الاحمر واكتب التردد بتاعه وبعدها هضغت او كي. واتاكد ان الاشراء موجودة على التردد. وكل اللي هعملو بعد كده هاضغت من الرموت على الزرار الازرق واضغط اوكي. عشان يظهر لي خيمة جميلة مكتوب فيها كلمة اسكان او البحث في اعلى الخيمة. ومجرد ما بضغط على الخيمة دي بزرار اوكي الجهازة يبحث التردد بتاعي. ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم واضغط اوكي من الرمود. وبالتالي الجهازة هيحفظ التردد. ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح. القناة معنا في حلقة النهاردة هاسمها الهقارة الجزائرية. زهرت على النايل ساد بترك شهر عداشر العام عشي اتنين وعشرين. قناة الهقارة الجزائرية زهرت على تردد اضافي حداشر خمسة ستة خمسة. معدل ترميز سبعة وشرين خمسمائة والقطبية ايتش او هوريزين تلاء وفقي. التردد اشارته عليه او سهل جدا استقباله باطباقتها بدأ من ستين او سبعين سنطي. ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي او شاشة عرض بتحتها الارسيفر داخلي بيتعامل بنظام الاتش دي علشان تقدر تستقبل القناة على جهازك. الهقارة الجزائرية اضافة جميلة ومتنوعة وروعة جدا للخنات الجزائرية الموجودة على النايل ساد وبنصع الكل ينزلها على جهازه. وبهديها الكل مشاركين وامتابعين خنات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول. ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل ترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد. بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.